هل في مهن لا تحتاج للتواصل يعني دايما يقولك ايه ده شخصية وهو طفل بيبان عليه حتى في المدرسة يقولك ده نيرد اللي هو مركز اوي في المذاكرة ومعندوش صحاب والقميز بقى مقفول لغاية هنا وغالبا حبيبي بيبقى من الضارة وبيذكر بس ويروح البيت يذكر ويرجع للمدرسة يذكر وهي دي حياته الشخصية دي هل تعرف تكبر في شغلاتها ولا دي نوجيها تقول تروح لشغل في اشغال تانية ينفع هو من الاول يفضل يعني ممكن يبقى في معمل مع نفسه هو بس برضو في الاتفل هيتطر يتعامل مع ناس هيتطر يتعامل مع ناس بس انا هاخد من كلام حيك بس واروح لحتة صغيرة هو هل بالضرورة ان كل الناس المحظوظين لازم يكون اجتماعي لان الشخص الاجتماعي ناجح في التواصل الشخص الخجول غير ناجح في التواصل بس ربنا برضو ما بيظلمش حد الناس الخجولين في وظيف معينة بنحب ناخد فيها الشخص الخجول يعني تخيالي مثلا في البزنس اشهر وظيفة بنحب فيها الشخص الخجول المرائب في حاجة كده اسمها او الشخص اللي بيرائب ليه لان الشخص اللي بيرائب ده يفضل ما يكونش ليه علاقات قوية لان انا لو علاقت بيك كويسة وانا برائب عليك ده ممكن يأثر على التقرير اللي انا بكتبه فدايما بيفضلوا الانترنال اوديتورز او المراقبين دول انا عايز اقولك حتى وكلاء النيابة احيانا بيحبوا ان هما ميكونش ليهم تواصل كتير او القضاء ليه لانه التواصل والعلاقات ده ممكن يأثر على ايه واحيانا ييجي القضي يقولك ايه اعتذر عن القضية لاستشعاره الحرج لانه ممكن يكون فيه علاقة بينه حد ما يعرفه او حد قريبه فاحيانا بناء ان بعض الناس ممكن يكون شخص انطوائي وناجح بس دي استثناءات وخصوصا بقى لو انطوائي وعنده كارزمة يعني بيل جيتس بالمناسبة هو شخص انطوائي لكن وجود الكارزمة قللت شوية من فكرة الانطوائية اللي عنده لكن طبعا الشخص الاجتماعي واللي عنده كارزمة هو خلي بالي حك من حاجة صغيرة فيه ناس كدير شطرة لكن فيه ناس باينة قوي على السوشيال ميديا برغم ان هي اقل شطرة لكن لانه عارف يتواصل مع الناس اشتركوا في القناة